بالتأكيد أنه هذا يعكس أنه هناك إنتاجاً لوعي جمعي عربي ما كان له ليحدث بدون ما قدموا هزب الله بالمعركة الحالية منذ عام وأنه اليوم أصبح وما يميز هذه الأحداث أنها بالأردن أنه اليوم الشارع العربي وهي الأجيال وأنا لاحظت أنه أكثرهم شباب من الفئة العمرية الصغيرة أنه اليوم هؤلاء الشباب بدأوا يعرفون وأصبحوا قادرون على التمييز من الذي يقف مع فلسطين ومع غزة ومع القدس ومع المسجد الأقصى وبالتالي هذا الذي يسعج الأمريكي هذا الذي له علاقة مباشرة بموازين القوى هذا هندسة الوعي الذي لا يريد الأمريكي هذا الوعي هو بالنهاية سيحدد الخريطة السياسية والحزبية مستقبلاً ليس كما يريدها الإسرائيل والأمريكي هذا من المحور الذي يسمى المحور المعتدل والذي يراحل الأمريكي على أن يكون هو الأقوى هاي المهتفات وكأنها ترفض سياسة هذا المحور وبأت الإنسان العربي قبل الفلسطيني قادر على التمييز وهذا كما تحدث ما كان له ليحدث دون الدماء والتضحيات التي قدمها حزب الله وأخرها استشهاد أمينو العام السيد حسن نصر الله